تجوز عدد الضحايا الذين فقدوا حياتهم جراء كارثة الفيضانات في ألمانيا 165 شخصاً وقالت الشرطة الألمانية أن أكثر من 670 شخصاً مازالوا في عداد المفقودين كاميرا الحرة تفقدت منطقتين متضررتين في شمال وغرب البلاد ورصدت الأوضاع عن قرب حتى مقابل الموتى في مدينة إيرفشتات لم تسلم من كارثة الفيضانات التي تعرضت لها ولايات ألمانيا الغربية المياه غمرت أكبر شوارع البلدة البالغ عدد سكانها 50 ألفاً فرق الإنقاذ بمساعدة الجيش الألماني والغواصين واصلت البحث عن جثث سائقي السيارات الغارقة في مياه الفيضان إلا أنها لم تعثر على أحد واقتصرت الخسائر على السيارات والشاحنات لا أستطيع أن أحدد حجم فريق الإنقاذ حالياً ولكن هنا حوالي 600 عنصر إنقاذ و35 قارب بالإضافة إلى المروحيات التي كانت تقوم بإنقاذ الناس من الأسطح جنود من الجيش الألماني منتشرون هنا للمساعدة في الإجلاء عبر الدبابات والرافعات بالإضافة لآليات عديدة لإخراج السيارات والشحنات العالقة أهالي مدينة إيرفشتات في ولاية شمال الراين هبوا لمساعدة بعضهم في تفريغ الأقبية المتضررة بعد أن ملأتها مياه الفيضانات جئت لمساعدة أحد معارفي هنا فهم ساعدونا بالأمس لقد قمنا معاً بتفريغ القبو بشكل كامل إنها خسارة كبيرة لقد افتتح مطعمه قبل أسبوعين بعد إغلاقات كورونا والآن تأتي هذه الكارثة إنه أمر محزن للغاية أما في ولاية راينلاند فالس وتحديداً في قرية شلد البالغ عدد سكانها حوالي ستمائة شخص فقط كانت الخسائر أكبر بيوت وممتلكات مدمرة وركام متكدس وجسور محطمة وحالة حزن عمت القرية الجبلية الصغيرة بعد أن تحول نهر والهادئ إلى سيول جارفة لقد هترت الأمتار بغزارة كبيرة طوال اليوم واستمر الهتول حتى المساء ما أدى إلى جعل نهر آر غير المخيف في العادة يفيذ بعنف ليضرب المنازل والممتلكات في القرية فالمياه تبحث دوماً عن طريق لها وملأت هذا الشارع بالكامل وفي حين قدرت الخسائر الأولية للكارثة بأكثر من مليار يورو ينتظر الألمان حزمة المساعدات التي قد تعود جزءاً كبيراً من خسائرهم المادية على الأقل كارثة هائلة لم تشهدها ألمانيا منذ عشرات السنين فرغم توفر أنظمة الإنذار المبكر إلا أنها لم تنجح في تحذير أكبر قدر من السكان في الولايات المتضررة والجميع ينتظر الحصيلة النهائية لهذه المأساة من ولاية راينلاند فالس مكسيم العيساء الحرة شولد